السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نسلام كل في اسماني تعبيراً العلم وشعوب العالم تعبيراً العلم ودمج العلم بشعوب العالم إذا أردتم موضوعات عن العلم موجودة في القناة إذا أردتم موضوعات عن شعوب العالم بأكثر من نمط موجود في القناة كل موجود في القناة واليوم ودمج العلم مع شعوب العالم منذ فجر التاريخ سعى الإنسان لفهم العالم من حوله بدأت رحلته مع المعرفة بدأت رحلته مع المعرفة ومع مرور الوقت ترقمت هذه المعرفة وتحولت إلى علم ينير دروب الحياة لحب العلم دورا هاما في ربط شعوب العالم ببعضهم البعض ففي الماضي كان التواصل بين الناس محدودا للغاية ولكن مع تقدم العلم ظهرت وسائل جديدة للتواصل مثل الهاتف والإنترنت التي سعرت على ربط الناس ببعضهم البعض من جميع أنحاء العالم ومعرفة أخبارهم كما ساعد العلم أيضا لتحسين حياة الناس ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه شعوب العالم مثل التلوث تغيرات المناخية والفقر والحروب ويمكن للعلم أن يلعب دورا في حل هذه التحديات فبالعلم يمكننا تطوير تقنيات جديدة تساعد على حماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية والقضاء الفقر وتحقيق السلام في العالم ولكن لا يمكن للعلم أن يحل هذه التحديات مفرده فمن المهم أن تتكاتف شعوب العالم معا للعمل على حل هذه التحديات فمن خلال التعاون الدولي والتقدم العلمي يمكننا بناء مستقبل أفضل للجميع إن رحلة العلم لا تنتهي بل هي رحلة مستمرة مليئة بالتحديات والاكتشافات وأود أن أؤكد على أهمية دور الفرد في هذه الرحلة فكل فرد مننا مسؤول عن استخدام العلم بشكل مسؤول وأخلاقي فمن خلال التعاون والمسؤولية نستطيع أن نضمن بناء مستقبل زاهر أو مستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم